السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كديري لبس لكم بخير هاني نكركم زيانين نتمنىكم قاعدكم باخر وعلى خير في الماكنتو تمكتشادوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم نجيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم طويجين ديال الحام والخضار اللي كي يجيبنين ما تشبعوش منه بطريقة اللي سهلة و بسيطة في نفس الوقت نتمنى هذا الفيديو يعجبكم فيديو ديال اليوم كيف مال عادة قبل من بديو الفيديو ديالنا منصوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي أجمعين كذلك أخواتي ما تساونيش اللايكات ديالكم على الفيديو وانتو ما كتفرجوا ولكتو الأول مرة تشاهدوا الفيديو فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مع عليكم واشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش فوقت توصلوا بكل ما هو جديد ندوزو الطريقة والمقادير مع بعضياتنا فبسم الله على بركة الله كناخدو هنا وحطو يجين وكنضيفه ثلاثة ديال القطاع ديال الحم للكمية كتبقى على حساب الأعداد ديالأفراد ديالكل واحد ايضا غدي نضيف عليه تقريبا اربع كاس مبين زيت زيتون وزيت نباتية وغدي نضيفه ايضا التوابل او العطرية اللي غدي نحتاجه ملعقة صغيرة من سكنجبير ايضا ملعقة صغيرة من الخرقوم البلدي رسم العلقة ديالالابزار او الفلفل الاسود ايضا كنضيفه هنا كنضيفه هنا كنضيفه نحتى مصن العلقة صغيرة ديالالبابريكا او فلفلاء حمراء دائما كنضيرها فطاجين الملح اللي كيبقى على حساب الدوق ديالكل واحد غدي ناخد هنا واحد الملعقة وكن نحاول اني ننقلب ذاك الطريفات ديالاللحم وغدي نغطيه وغدي نخليه حتى كيس خنطاجين او كيبدي يغلي بهالطريقة من بعد كنناخد ذاك الملعقة وكننقلب ذاك الطريفات نطومه بالنسبة اللحم انا استعملت هنا لحم ديالالغلمي يعني ديالالخاروف يكلكم تسعملو الحم ديالالبكري او بيبي او اللي على حساب اللي متوفر عندكم طبيعة الحم مهم اللي كان ديرولو نفس طريقة ركيجي زوين نصفي هنا فضل المرحلة هذين بعد ما قلبت طريفة ديالاللحم غدي نزيد عليهم واحد الحبه ديالالبصالة كبيرة لمقطعه مربعات به الطريقة سوف غدي نحرك وغدي نحرك ايضا حسابت طريفة ديالالحم غدي نقول لي نقلبهم بعد ما تقلو او تشحرك فيما كتلاحظو مع توابل اللي وضعنا دا بغدي نحتاجو واحد جوجد ريسين ديالتو هذين نحكوهم في الحكاكة ومن بعد غدي نضيفوا واحد الملعقة تقريبا صغيرة ما بين قصبار ومعند لوس اللي ما قد تعرقق وايضا غدي نضيفوا كاس ديالاللما وبعد ما كنت تقللنا مزيان داك اللحيمة مع البصيلة ومن بعد غدي نضيف واحد الكيمياء ديالالليبيا الشعراء اللي كانت عندي ضيجراء في المجمد بالنسبة الليبيا أنا دائما فاشكا تكون هكا عندي واحد الكيمياء كتيرا كناخدها كننقيها بطبيعة الحال كننغسلها بزيان كنخليها سكت قطر ومن بعد كنديرها في أكياس وكنديرها في المجمد هنا ايضا غدي ناخد الجازار عندي جيت حبات ديالالجازار اللي منقياهم ومحيدا لهم القلب كما نعرفو يعني داخل القلب كي يكون قاصح ويعني وقت ديالالجازار او الزرودية في الوقيته كتكون ناشفا يعني دروري ما تحيدوا ذاك القلب ايضا ايضا احنا عندي الكورجيت وعندي البطاطا غدي ناخد البطاطا اللي كتاخد شوية يعني المدة ديالالطياب وغدي نستفها بهالطريقة هذي ايضا غدي نوضع الكورجيت او البطاطا ايضا غدي نضيف واحد الكيميا اللي الجلبانه في الواسط اللي كانت عندي احتى هي ضجاء في المجمد صافي بهالطريقة هذي كيفما كتلاحظو احنا غدي ناخد واحد دائرة ديال ماطيشة او ديال الطماطم وايضا كنضيف واحد فلفلة حرة انا بالنسبة لفلفلة حيثها حتى كنضيف شوية ديالتوابل من فوق ونكرر الشغير شوية ديالتوابل اللي هما سكينجبير شوية ديالالابزار وايضا الخرقوم عندما هنشوية ديالالخرقوم كننرشوها كفق من الخضيرة والابزار بطبيعة الحال صافي بهالطريقة لفلفلة حرة الواسط فاقم ذاك طريف ديال الطماطم او ديال الماطيشة وايضا في المرحلة هذي كنزيد واحد الكيميا ديال الماء صافي فوق هذي الكيميا ما كنزيد يعني ديا الكميا كلها ديال الماء اللي كان طيبه فيها الخضيرة وايضا كان طيبه فيها حتى داك طريفات ديال الحم فقط النار حاولوا تنقصوا النار بزاف يعني تكون نار شمعك فيما كنقوله وخليوا الطواجين ديالكم يطيب على خاطره هنا غادي نسد عليه وغادي نخليه حتى يطيب زيان هنا كندير واحد الملعقة صغيرة باش طويجين ديالنا ما كيفيتش يعني في شكي بدي غلي صافي هنا في هذه المرحلة في شكي بدي غلي كناخد واحد الملعقة وكنحاول نهزم ذاك المارك وكنضيفها بحلاكة على الخضيرة يعني باش تقصلي ذاك الخضيرة كلها بالزيت وبالتوابل ايضا اللي وضعنا سوف يكونوا اللي نستعليه وكنخلي الخضيرة ديالي حتى كي طيب او طواجن ديالي حتى كي طيب هنفض المرحلة مبعد محلية هره طيب كيفما كاتل حط الخضيرة كلها طيبة ايضا حتى الحمال يلي طيبة في الاخير كنزيدوا حتى رشيشة قليلة ديال الملح وايضا واحد الخويط ديالي زيت الزيتون كنضيفوه حتى الاخير يعني حتى كنطفي النار على طويجن ديالي انتم تقريبا هكا واحد الملعقة كبيرة من زيت الزيتون كنضيفوها كما قدلكم حتى الاخير صافي هنا طويجن ديالنا واجد كيفما كاتلحظو وكينزيدو بيانسوغ واحد شوية ديال ربيع يمكنكم الطيفوه ولا تستغنوا عليه ماشي مشكلة صافي طيجن ديالنا كيفما كاتلحظو واجد طريقة اللي سهلة وبسيطة وكي يجي لديد ما تشبعوش منو هنا غادي ينهز معاكم ينهز معاكم واحد الكيميا من الخضر وايضا الحمد ديالنا حتى هو كي يجي طايب ما شاء الله شوفوا معي وكي يجي معلك ذاك المريقة ديالو كي تجي معلكا واقفة هنتوما جي صراحة بديد بساف نتمنى من اخوتي اخواتي انكم تجربوه نتمنى اللي اعجبكم تبرتجوه مع اخوتكم وصحابكم مع الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امران الى كتو جداد والاول مرة تشاهدوا الفيديو لك تشاهدوا القناة مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكو ما تشتركوا فيها اشتركوا في القناة بكل ما هو جديد لا تفخروش على اليابلي لايكات ديركم تعرفوم زوينة محفزة على الفيديو واذا بقى نكتشاهدوا الفيديو بطبيعة الحلحة لده بقى نقولكم شكرا بزافة على حسن المتابعة ديركم وما قادش اطول عليكم كتر من هكا السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة